قانون الإطار المتعلق بالتعليم نتحدث عن الدخول هذه السنة والإجراءات التي جاء بها لكن المنظومة في شموليتها فهي منظومة متقدمة وكبيرة جداً وفيها إمكانية أكبر ربما هنا ستعفني المناسبة لنجواب على السؤال الذي ترحوا السفتيحي والذي تكلم فيه على هل سوف تكون هناك رفع من الميزانية المخصصة لقطع التعليم الميزانية المخصصة لقطع التعليم نعطيها جوجل المؤشرات السنة الماضية عدد الأساتذة التي تم توظيفهم 15 ألف هذه السنة 20 ألف إطار منها 18 ألف أستاذ بمعنى أن هناك ارتفاع بحوالي 3000 أستاذ جديد هذا دون ما نتكلمه على واحد المجموعة لإجراءات الأخرى المرتبطة بالتدبير دي القطع فالرسالة التأثيرية للأستيد رئيس الحكومة واضحة تؤكد على أهمية هذا الموضوع وضرورة التعجيل بالإصلاح وبالتفعيل دي الخارطة إصلاح المنظومة التعليمية واللي في جملتها يعني قضايا من هذا النوع اليوم وغدا غدت بدأ المشاورات القطعية ما بين القطاعات ووزارات المالية واللي غيكون في جدول الأعمال ديالها هو هاد المسألة ديال الميزانيات المخصصة لكل قطع وطبعا أكيد هاد القطع غادي تعطالوا الإمكانيات اللي غاتك فيه باش يقدر يعني يشتغل في المستقبل